اخوانا اخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله جميعنا اصدقائي متابعي قناتنا العوفية الاعزاء انما كنتم اتمنى ان شاء الله الفيديو لقاكم بخير والاخير ولقاكم يا ربي بصحة جيدة كما العادة ودائما فيديو هذيكون قصير ان شاء الله اول حاجة اللي قدي نتكلم عليها هو التحويلات ديال الجالية المغربية ما غدش نعلق بزاف ولا ما غدش نعقب بزاف على هاد النقطة انا نبغيكم انتو ما تخليوا ليال اراء ديالكم ديك المعاملة بالمثل اشحال الجالية كتساهم في الاقتصاد ديال الوطن الحبيب حتى الدجامبير ديال السنة اللي فاتح ديال الفين وواحد وعشرين تلاتة وتسعين مليار فاصلة تلاتة عاد نخلي لكم الرابط والخبر باش تقراوه خبر يعني موطوق من المكتب ديال الصرف اللي الله نشراته لنا الجاردة دياله تلتمية وستين تلاتة وتسعين مليار فاصلة تلاتة مقارنة بالعام اللي فات ديال الفين وعشرين اللي كانت حوالي تمانية وستين مليار شوفوش حل ديال الفرق رغم الجائحة رغم الناس مخداماش رغم الناس كتعاني المهم اللي بغيت نوصل لكم انا الاخوان من هاد المعلومة ولا من هاد الخبر هادا هو تخليونا الاراء ديالكم يعني هادش اللي كيوقع بخصوص القضية ديال الحدود والشرط اللي كيطبقوا دا بولا اللي رهم طبقوها للمواطنين المغاربة باش يدخلوا الارض ديال الوطن في حين انك نشوفو ديال الاستقبال دول ديال الاقامة يعني ما كتطبقش عليهم هاد التعقيدات باش يقدروا يتحرركم من دولة لدولة بدون مشاكل اركزوا لي على الرقم الاخوان رقم اللي هو خيالي تلاتة وتسعين ديال مليار فاصلة تلاتة حتى الدجامبر ديال السنة ديال الفين وواحد وعشرين باش ما نطورتنا الاخوان كيما قلت فهذا النقطة هذه انت ما نتخليو لينتم الارض ديالكم وديروا التحليل ديالكم وتشوفوا واش كين شي مو عاملة بالمثل واللوش الجالية ما اعطيها الاهتمام اللي كتستحق على هاد شي اللي كتضخ ولا هاد الاموال يعني الطائلة اللي كتضخ في الاقتصاد يعني الوطني. المهم اه في عجالة باش ندوز للنقطة الاخرى اللي كنا اهضرنا عليها البارح في نص النار وقلنا باننا غيرو لاشي لايف ولكن استقنا اهضرنا لايف يعني اخر بالنسبة للقضية ديال المكالمات وكذا اللي عنده علاقة بالقضية ديال الكمامة يعني في الشركة العام هنا في اسبانيا كنا كان نتاظروا انه باش يكون عليها التصويت البارح كنا كان رجع وكان منتاظر قلنا انه غدا يصوتوا عليها باش يكون التمديد ديالها باش يزيدوا هاد النساد ويعطيونا ولي الفرضوا لنا الكمامة في الشركة العام رغم انه اليوم الآربة المجلس الاقليمي اللي كنتكلم عليه بزاف ديالمرات اللي كي يدار كل اربعاء يعني من ناس ديالوزرات الصحة والمجالس يعني ديال الولايات غدا نتدقروا فهات القضية لان الوزيرة ديال الصحة البارح في البرلمان من اللي مشات باش طلعوا الطيقة ديال اعضاء ديالبرلمان قاتلي مودي غادي يكون عنده واحد لمدة محدودة بزاف. بمعنى انه بغاد تقول هاد الناس هادو ما تنحنوناش ما تخلوناش ديك ثلاثين يوم اللي كنا طبقناه للناس نوليو في ملايه احمد وعقبه. عيري اعطيونا الصوت ديالكم. ومن هنا السيمانة ولا ملنا تلتيام ولا اربع ايام. يعني غادي نزولوها. وهذا هو المنتظر الاخوان. يعني انا كنرجح اتشيليكين. اليوم ما غادي نسمعوش اخبار عليها. المهم كان هذا هو الفيديو الاخوان ديال اليوم. ما بغاش نطول عليكم بزاف كما وعدكم في البداية. ما تنسوش تخليونا الاراء ديالكم بخصوص القضية ديال الارتفاع ديال التحويلات ديالجالية المغربية. وكذلك ما تنسوش بارتاش ولايك للفيديو باش اتعمل فائدة. وانا غادي نعود نطلقى بكم ان شاء الله في رقاء قريب بحول الله. دمتم في امن الله.